السلام عليكم جميعا اليوم في عنا درس مهم ورائع بخصوص التحليلات المكانية في عنا معلم من نوع خط وفي عنا مجموعة معالم من نوع نقاط ان نكون بوصل خطوط بين هدول النقاط الموجودين عنا بهذا الشكل اللون الاصفر راح يتم انشاء خط لاقرب منطقة تلتكي مع هذا الخط الازرق. طبعا كبل ما نبلش الشرح احنا المفروض برضو الافضل ان نكون بقراءة شو المقصود بهاي الاداة من خلال المصدر الرئيسي والوحيد والقول هو مصدر شركة ازري فقبل استخدام هذا او اي اداة العفضل ان نكون بقراءة شو المقصود بهاي الاداة وبقراءة شو المقصود بجميع او بأي مدخل او اي معلم موجود عندنا. فمثلا لو راحنا على هاي الاداة ان نكون بشرحها بعضها قليل. وروحنا علي هذه المنطقة عند علامة السؤال نضغط عليها نقرف الماوس تكون بفتح صفحة موجود فيها شرح جميع استخدامات هذه الأداء. فمثلا الملخص الخاص لهذه الأداء. بتكون بإنشاء يعني طبقة سواء من خلال المسافة الجدسية أو المستوية من خلال إعطاءها القيام الخاصة الستارت ان اكس والستارت واي والاند اكس والاند واي. مثلا انا ما بعرف اللغة الانجليزية او معلوماتي في اللغة الانجليزية خفيفة. فقط بقوم بالنقر او بتحديد هذا النص الخاص بالملخص هذا الأداء. نعمل كنترول سي او كوبي. نلسكه داخل الترجمة. نقوم بالقراءة ينشئ فئة معالم. فئة معالم يعني يعني طبقة ليال. سواء كانت جدسية او مستوية. جدسية يعني مقصود فيها الاكس والواي مع الزد. والمستوية اكس واي فقط. من خلال حق الاحداثي الاكس البداية والواي البداية والاند اكس والاند واي. وبنفس الطريقة جميع المعاملات بقدر اقرأ شو المقصود فيهم واترجم اي مدخل انا بديها. تابع هذا الفيديو حتى النهاية لمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام اداة الاكس واي طول. طبعا هاي الاداة احنا منستفيد منها من شغلات مهمة. على سبيل المثال في عنا خط رئيسي للمياه وفي عنا محابس. بتم تزويد اي بيت او اي منزل من خلال هدول المحابس المياه. فاحنا بنشوف اقرب خط بنقدر نكون بانشاؤه لنحدد طول كل انبوب بدي تم ربطه بين الخط الرئيسي لهاي النقطة او هذا المحبس الخاص بهذا المنزل. وبنفس الوقت هاي الاداة اللي راح نستخدمها بنقدر احنا نستفيد منها لاكثر من هدف. لو عنا قطعة ارض زراعية وفي عنا خطوط اساسية لتفرع منها خطوط فرعية لمناطق زراعية معينة فاحنا نقوم بتوصيل المياه من الخط الرئيسي على المناطق الزراعية. نقدر نستفيد ايضا من خلال هاي الاداة وعدة اهداف. لكن لتوضيح هاي الاداة احنا بنعتبر انه في عنا خط مياه رئيسي. في عنا نقاط. لتزويد المياه على المنازل ممكن يكون بير او ممكن يكون خزان او ممكن يكون الساعة او المحبس اللي من خلاله بتم تعبئة المياه على الخزانات وعلى الابار. وما الى ذلك. فاحنا الهدف من استخدام الادوات اللي راح نستخدمها كمان شوي. واي وذكلة مكانية احنا منوجهها بتشابه هذا المثال. نقدر احنا نستخدم اداة ال اكس واي تو لاين. اذا الاداة الموجودة عنا في صندوق الجيو بروسسنج داخل صندوق ادوات الداة منيجمنت تولز في عنا ومن ثم عنا اخر اداة اللي هي اكس واي تو لاين. طبعا هاي الاداة منحتاج ادخال الطبقة النقاطية ومن ثم بداية الاحلاثيات السينية او الاكس وفي عنا بداية الواي ونهاية الاكس ونهاية الواي. او رحنا فتحنا الاتريبيوت تيب الخاص بطبقة النقاط وهي الطبقة الهدف. نلاحظ ما في عنا لا اكس ولا واي ولا اي حق الموجودة في هاي الطبقة. قبل ما نستخدم هاي الاداة منا نقوم باضافة ال اكس والواي من خلال نفس هذه التول ست نستخدم هاي الاداة الاسمها اد اكس واي كوردونات. ندخل هاي الطبقة. نقوم بفتح الاتريبيوت الخاص بالطبقة النقاط الهدف. ونشاهد النتيجة. اذا تم اضافة حق الخاص بال اكس وحق الخاص بالواي. بلزم عنا كمان حقلين اللي هو الاند اكس والاند واي. اذا كان البداية الاكس والواي هون. فنهيتها تكون على اقرب منطقة بتقاطع فيها هذا الخط. لذلك راح يتم استخدام اداة النير الكرب من خلال صندوق ادوات التحليل في عنا صندوق ادوات الكرب وفي عنا اداة النير او اداة المسافة او الكرب. ونكون بانتال طبقة النقاط. والنير فيه تشارز اللي هي طبقة اللاين. وهي ظهر عنا مبدئيا حقلين باي دفولت. بنقدر احنا نضيف حقول ثانية. من خلال تفعيل هذا الخيار والزاوية الموقع والزاوية. بيظهر عنا حقول عدة. الهم الحقول اللي احنا نحتاجها اللي هو المسافة. والاند اكس والاند واي. لذلك نقدر احنا نقطب هون. نغير اسم هذا الحقل المخرج. نقدر نعمل اند اكس. والحقل التاني خليه يظهر باسم اند واي. طبعا الستارت اكس وستارت واي. اللي هم البوينت اكس والبوينت واي. الزاوية ما ما بتلزم. نقدر احنا نلغيها. نقطب بهذه الحقول. نضغط على اران لتشغيل هاي الاداة. بدر عن الحقول جديدة. نشاهد انه اي نقطة. على سبيل المسال هاي النقطة. هاي النقطة تبعد عن الخط خمسة عشر متر. والمسافة المنهاي النقطة لاقرب منطقة في الخط. بحسب الاحداثي الاكس. موجود عندنا في هذا الحقل. حسب الاحداثي الاي في هذا الحقل. اذا احنا هيك صار في عندنا اند اكس واند واي. وطول المسافة او او اكسر طول من النقطة الى الخط. هيك احنا منقدر نكون بتشغيل اداة. ال اكس واي طولاين بكل سهولة. نرجع على التول ستة الخاصة بالفيتشار. ومننزل على الاخر اداة اللي هي اكس واي طولاين اللي هي موضوع هدف هذا الفيديو. في اول خيار نكون بيدخال طبقة النقط. طبعا انا عامل سلكت لانفيتشار. ضروري اكون بيلغاء هذا التحديد. بعد ما قمنا بيدخال طبقة البوينت اكس واي موجودة عنا. نكون باختيار ستارت اكس من خلال البوينت اكس اسم الحقل المطلوب. بداية الاحداثيات الواي. بوينت واي اسم الحقل. ومن ثم الاند اكس موجود عنا بهذا الاسم. والاند واي نفس الاسم. واي. طبعا نوع الخط احنا بنقدر نغيره او بنقدر نتركه باي دفولت زي ما هو. الافضل نتركه باي دفولت زي ما هو. والاي دي ايضا بنترك هذا التحيار بشكل افترادي. احنا هيك عملنا او قمنا باستخدام هاي الاداة بشكلها الاساسي. بعد ما نكون بادخال جميع المعاملات نكون بالضغط على تشغيل هاي الاداة ومنلاحظ النتيجة. طبعا النتيجة ظرت عنا خطوط جديدة تربط بين النقاط والخط الرئيسي للمياه. نكون بتكبير حجم وشكل ولون الخطوط الجديدة تضر عنا بهذا الشكل. احنا هيك حلينا مشكلة مكانية باستخدام اداة الاختيار اقصر مسافة بين الخط الرئيسي للمياه الى نقطة الاستكبال من الخط الرئيسي الى اي منزل موجود هنا. بهذه الطريقة. احنا هيك وفرنا وقت الجهد. اه تكلفة. قمنا بتوصيل هاي الخطوط بكل سهولة وبكل سرعة. وبعد ذلك احنا بنقدر هاي الخطوط اللي جديدة. الظهرت. نقدر نفتح الاتريبيوت الخاص فيها. ونشاهد طول كل خط. بسبيل المثال هذا الخط طوله احد عشر متر. بقدر اكون بالتعديل عليه بسبيل المثال مثلا. بقدر اغير من طول هذا الخط. او بقدر اخليه بشكل اكثر مسافة. هاي صار طوله اتنعشر متر. لكن لو رحنا على اول نقطة. وعلى وعلى اخر نقطة. فبترجع المسافة اللي تم حسابها. بهاي الطريقة احنا استفدنا من الاداة اكس واي اكس واي طول عين. وبنفس الفكرة وبنفس الهدف بنقدر احنا نستطيع من خلال هاي الاداة لحل الكثير من المشاكل الممكن توجهنا. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.